ربما أستغل الدقيقتين لفضل لنا وأسألك على أفضل لعيب عجبك في دول المجموعات حتى هذه اللحظة بص أفضل لعيب في المجمل هي فيه شوية ظروف كتير أو فيه لعيبة كان لها تأثير بس الفرق بتاعتها ما صعبتش يعني كان بالنسبة لي أنير فالنسيا وتأثير ومع المنتخب الإكوادوري كان تأثير كبير بس أنا ممكن نمشيها خط خط يعني أنا من نوعية نظري أفضل حارس يعني لغاية دلوقتي كتأثير هو تشزم طبعا ضربتين جزاء كتأثير مش كلاب في اليومينتوس وكأداء برضو مش كلاب في اليومينتوس بالعكس ده أنا علشان بشجع اليومينتوس كنت أبعد ما يكون لا بس يعني هو نوع الحارس المارمن اللي هو لا بيتحب قوي ولا بيتكره يعني تمام ساعدت يعمل أداء إعجازي وساعدت ممكن يغلطت في مباراة تفرق معي في خط الدفاع ممكن عاجبني جدا رومان سايس رومان سايس طبعا يعني واحد من أفضل مدفعين البطولة يعني يتحس أن القدر صالحه باحتساب الجنلي وفي نفس الوقت هي الكرة شبهت شوية كريستيان ورونالدو فاتحسبت لسايس عشان أداءه الكبير جدا عشان ياخد ريتنج عالي دي في حتة السنتر بكات بشكل كبير في حتة الباك اليمين أو الباك الشمال أنا بتكلم سنائي إكوادوري كان قوي قوي صراحة برشادو وستوبينيان في نص الملعب ممكن مثلا عجبني في نص الملعب من المنتخبات اللي لعبت عجبني طبعا سالم الدوسري بس للأسف الدنيا ما كملتش قوي المنتخبات الكبيرة ما فيش حد ظهر رابيو رابيو عمل أداء كبير جدا في المباراتين الأولاتين لمنتخب الفرنسي فده في نص الملعب حتة نص الملعب بشكل كبير عجبني داني قلمه بس محتاجي يزبط القرار بتاعته عجبني كمال في نص الملعب بيلنجهام صراحا جدا بيلنجهام طبعا بيلنجهام كان قوي جدا بس في المبارات المنتخب الأمريكي كان قليل سنة بالنسبة للحتة الهجومية عجبني أنير فالينسيا عجبني جونيان ألفارس في الوقت اللي شارك فيه في المباراتين اللي فاته كان جيد جدا جاكوب وهولندي لا لا جاكبه حاجة خطيرة بس أنا مش عارف أصنفه هي دي المشكلة يعني هو لا يصنف كمهاجم ولا يصنف كنص ملعب فاللاعب ده بالضبط بس هو حتى يعني في الشكل الطبيعي جدا من نسم المنتخب والهولندي بتلاقيه ضامم على سنائي بتاع نص الملعب دي لعيبة جاكوب طبعا انت لفت نظر لي واحد من نجوم البطولة وواحد من اللعيبة اللي هيكون لها شأن في الملعب الأوروبية بعد كاس العين